السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وهلا بكم مشاهدين وارجلنا لكم من جديد في فيديو جديد وسر الظهور والترب واليا في مباراة الزمالك والجونة بداية عزيز المشاهد ياريت تدعمنا بلايك للفيديو وتشترك معنا في القناة مع تفعيل زر الجرس ليصلك من الجديد دائما علق رضا شحاته مدرب فريق الجونة على تواجد والترب واليا لعب النادي الاهلي في مباراة الجونة ضد الزمالك التي جمعت الفريقين امس في منافسات بطولة الدور المصري الممتاز وقال مدرب الجونة في تصريحات عن سبب تواجد والترب واليا خلال المباراة قال بانه جاء الينا محبة فعلاقتنا ببواليا علاقة بيدة وعلاقته بالنادي خاصة للغاية ثم تابع تصريحاته مزحا قلتله تعالى الجونة تاني بكل تأكيد اتمنى تواجد لعب امكانيات والترب واليا في فريقي وعن وضعه في النادي الاهلي اجاب فرص نجاحه في النادي الاهلي ما زالت قايمة اتمنى نجاحه في الاهلي ويكسر الدنيا وعم اسير حول رغبته في ضم مروان محسن لعب النادي الاهلي علق مدرب الجونة قائلا مروان لاعب كبير تعجبني طريقة لعب ولكن لم نتطرق لهذا الموضوع مروان اضافة لنادي الجونة لكن ما زال الامر مبكرا للحديث عن تلك الامور كانت هذه التصريحات وتوضحات مدرب الجونة عن سر زهور والترب واليا في مباراة الزمالك الجونة والتي اصارت كهنات باحتمالية رجوع والترب واليا لناديه السابق الجونة في نهاية الفيديو شكرا لك عزيز المشاهد ياريت لو اعجبك الفيديو اضغط لايك ولكنت مشاهد قناتنا الاول مرة اشترك معنا في القناة وفعل زر الجرس ليصلك منا الجديد لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة